اشتركوا في القناة ده كده يا جماعة شكل الشارع اللي بتبص عليه الشقة بتاعت النهاردة الشارع ده شارع رئيسي عرضه 60 متر ده كده شكل البرج من برة البرج 12 دور شقة النهاردة دوبليكس الدور التالت والرابع نبدأ نشوف الشقة بتاعت النهاردة اول حاجة بيجي لنا هنا باب حماية حديد على باب الشقة ده كده باب الحماية اهو وفيه عندنا عدات كهربا قديم لهو القرص نبدأ نخش الشقة ونقول بسم الله ما شاء الله احنا كده جماعة داخلين من الدور التالت الشقة في الدور التالت والرابع اول ما بندخل كده بيجي لنا الريسبشن الكبير ده الشقة طبعا الشقتين على بعض مساحتهم 230 متر ده اجمالي المساحة بتاعت الاتنين على بعض طبعا تحت العجز والزيادة هنا كده بيجي لنا الطرق التوزيع دي وده السلم اللي طالع على فوق هنشوف اول حاجة الريسبشن بالبالاكونة اللي بتبص على الشارع الرئيسي ده كده ما شاء الله يا جماعة الريسبشن ده تلت كطع كبار جدا وهنا كده البالاكونة اهي دي بالاكونة كبيرة ما شاء الله عرضها تقريبا من متر ونص لاتنين متر حاول اوضحها لحضراتكو اهي مساحة بتاعتها وده كده الشارع اهو الستين متر اللي احنا مصورينه من تحت ده كده من فوق اهو ده كده الدوري التالت طبعا الشقة بتشوف الاهرامات مش هذكر حضراتكم ياريت اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد وتقديرا المجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك طبعا الشقة يا جماعة مرخصة وليها حصة في الارض تشتيب بتاعها تشتيب سوبر لوكس بعد ما شفنا الريسيبشن نبدأ نرجع تاني كده نشوف عندنا المطبخ والحمام اللي تحت هنا كده اهو المطبخ والحمام هنا بيجي لنا اول حاجة الحمام ده الحمام اللي تحت ده كده اهو شكل الحمام بعد كده بيجي لنا المطبخ المطبخ ما شاء الله مساحته حلوة جدا دي من الحاجات اللي بتميز اي شقة موضوع المطبخ ده كده الشباك بتاعه ده بيبص على منور وطبعا في عندنا غاز طبيعي ده عداد الغاز اهو بكده شقة كاملة المرافق كهرباء وغاز ومية يبقى ده كده الدور اللي هو اللي تحت نبدأ نطلع بقى نشوف الدور اللي فوق اللي هو الدور الرابع دور اللي فوق طالع بالسلم الدائرة ده اول ما بنطلع الدور اللي فوق ده طبعا pin في الوش ده اللي هو الباب ده الباب اللي هو بتاعه الدور الرابع بيجلنا المنطقة دي اللي هو الليفنج ده دي زي الليفنج كده هنا كده على الشمال بتجلنا الغرفة المسطر غرفة النوم المسطر دي طبعا غرفة يا جماعة بحمام دي كده اهي قدام حضراتكم تقريبا مساحتها حوالي 4 في 4 او تزيد شوية ممكن تقريبا اربعة في خمسة كمان من غير الحمام اللي هو اللي فيها اللي هو الحمام ده ده الحمام اهو ده كده يعتبر تاني حمام شقا جماعة تلاتة حمام فيها تلاتة حمام منهم الحمام اللي هو في الغرفة المسطر ده ده كده الحمام التاني ومع اول غرفة بعد ما شفنا اول غرفة نبدأ نرجع كده تاني ده السلم الدائري اللي احنا طلعين منه من الدورة لتحت اللي هو التالت احنا كده جماعة دلوقتي في الدور الرابع هنا كده بيجي لنا الحمام التالت ده كده تالت حمام شقا جماعة تلات حمامات تلات غرف و تلاتة حمام بعد كده نخش نشوف الغرفة التانية دي كده تاني غرفة اهي من ساحاتها تقريبا تلاتة ونص فيه اربعة دي كده الغرفة التانية بعد كده بنخش بالطرقة اللي قدامنا دي على الغرفة التالتة دي تالت غرفة مساحاتها تقريبا برضو حوالي تلاتة ونص فيه اربعة او اربعة وشوية نقول تلاتة ونص في اربعة مبدئية الغرفة دي بتبص على برضو الشارع اللي هو ستين متر الرئيسي اللي احنا جايين منه من تحت هو ريل حضراتكو برضو اهو ده الشارع اهو نرجع مع بعض البيانات كده مرة تانية بسرعة الشاقتين مساحتهم 230 متر تحت العجز والزيادة الشاقتين في الدور التالت والدور الرابع والمرافق عندنا كلها كاملة كهرباء وغاز ومية الشاقة مرخصة وحصة في الارض عنوان الشاقة شارع ترسى الرئيسي الهرم الشاقة مطلوب فيها مليون جنيه والأي استفسار ارقامنا موجودة قدام حضراتكو على الشاشة في رقم فون وفي رقم فون زائد واتساب في حالة عدم الرد على طول يبعث رسالة على رقم الواتساب هنرد عليك على طول موعيد العمل من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة العاشرة مساء اتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المهندس حازم عبدالله